أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات أخوية قوية وطيدة وراسخة يجسد ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء ومساندة ودعم الدول العربية لبعضها البعض وخاصة في ظل المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها منطقتنا العربية في الوقت الحاضر وأشد سموه بالمواقف العربية الأصيلة التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه أشقائها العرب وما تسعى إليه وتحرص عليه دائما من وحدة الصف العربي والتنسيق العربي المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية منوها بما يجمع بين قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من علاقات الود والاحترام والتفاهم المشترك جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في قصر الكضبية اليوم مع السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته الحالية إلى المملكة وجدد سموه خلال اللقاء التأكيد على وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ومساندتها ودعمها معربا عن الأمل أن يتحقق لمصر العربية الشقيقة وشعبها الرخاء والإزدهار وتحقيق المزيد من التنمية والبناء وأن تواصل دورها في حماية الأمن القومي العربي بالتعاون مع الأشقاء في المنطقة العربية من جانبه أعرب مع السيد سامح شكري عن سعادته بزيارة مملكة البحرين وارتياحه لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من تقدم واضطراد في مختلف المجالات وأكيدا حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل بما يعكس عمق هذه العلاقات ويصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر